بردو في وقت الولمبياد توكيو بعد الخروج من دور الثمانية كان نزل كنت نصورة ليك مع توماس بخ اللي هو رئيس اللاجنة الولمبية العددولية وتقال ان هو اللي طلب ان انت تيجي تقعد جنبه وانتو بتتابعوا المبارا نهاية هل ده حقيقي؟ ده حقيقي ايه اللي حصل؟ كان توماس بخ هو طبعا ألماني ورئيس اللاجنة الولمبية هو بيختار كل يوم لعبة يروح يحضر الفاينال بتاعها كحاجة شرفية فانا جالي من الاتحاد الدولي لتنسي الطاولة ايميل رسمي بيدعوني ان انا اقعد جنب توماس بخ وارد على الاسئلة الفنية اللي هو هيكون تشايف ان هو هيبعايز يعني ان هو يعرفها عن الفاينال وعن اللاعبين كمال فانا انا مراتي ألمانية وانا بتكلم ألماني فكنت عايز اعرف هل ممكن انا يعني ادير الحوار مع ألمانيا فكلمت مراتي اول معرفة تاني قبلها بيوم قلت لها نحاق بكرة جانب رئيس اللاجنة الولمبية يعني حاجة كبيرة فقالتلي هي طبعا هي بري اكاديميك بقى هي عشان الدكتورة فهي رح جاءة عاملة ريسيرش كامل عن توماس بخ فجابتلي توماس بخ من ساعة الولادة لغاية لما بقى رئيس لاجنة الولمبية وكان بيلعب سلاح ووصل في الكوارتر فاينال في اولمبياد فين ومش عارف ايه بتاع فلما روحت معاه فبقيت اتكلم معاه على البيجراوند اللي انا مراتي من دي اللي هي طلعت كلها صح وبقيت بتتكلم معاه بالألماني فقدمت هالي احنا اخدنا وقت شوية اكثر من اللي كان بلانت يعني فقعدت معاه قبل الماتش بل حوالي عشر دايق وكملت معاه الماتش كله وعدنا كمان بعدها بشوية وفي الاهي قالص الداني ساعة هدية وكانت حاجة جميلة قوي مكتوبة عليها يعني الولمبيك جيمز وكانت يعني سباشل اديشن هو عنده هو بس كانت من الحاجات اللي انا مش هنساه انا كمان قدمت له هدية من يعني دبوس مصر لانه كانت ذكره انا شايف ان انا مش هنساه نكيت